مجلس منظمة الجمارك العالمية وذلك تقديرا لقيادته الفعالة خلال جائحة كورونا ونجاحه في ضمان استقرار سير الأعمال دون حدوث أي اختلال للمشاريع والبرامج التي تشرف عليها منظمة الجمارك العالمية من منطلق التقدير الدولي والاعتزاز العالمي بدور مملكة البحرين وعلاقاتها الدولية المتميزة وبفضل قيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ورؤيته الثاقبة جاءت تزكية مجلس منظمة الجمارك العالمية لمعالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك رئيسا لمجلس المنظمة لفترة استثنائية ثالثة للعامين 2022-2023 هذا الإنجاز والتقدير الدولي يأتي عبر محورين رئيسيين أولهما قيمة مملكة البحرين الحضارية وحضورها الفاعل في المنظمات والمؤسسات الدولية من خلال الخبرات التي يتمتع بها أبناؤها وسمعتهم الدولية المرموقة وفي الجانب الآخر تأتي النجاحات التي حققها رئيس الجمارك خلال رئاسته الاستثنائية لمجلس المنظمة ونجاحه في ضمان استقار سير الأعمال دون حدوث أي اختلال للمشاريع والبرامج التي تشرف عليها المنظمة رغم الظروف والتحديات الدولية وجائحة كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي وأدخلت تأديلات جوهرية في أولوياته تبقى مملكة البحرين عالية بقيمتها وعلاقاتها الدولية التي تتسم بالنهج المعتدل والفاعلية السياسية على الساحة الدولية والإنجازات البحرينية تبقى على الخريطة الدولية ممتدة ومتواصلة ومتعددة المجالات ترجمة نانسي قنقر